ليس هذا وقت الصراع السياسي هذا وقت تضافر الجهود حول مشروع لبناء الدولة ثم بعد ذلك كل واحد يقرب بضع تنسوب اللي بيني يختاره الرئيس السابق للمكتب التنفيذي وأحد قيادات ثورة فبراير محمود جبريل يغادر الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد تاريخ سياسي حافل ومحطات مختلفة حيث كان آخر ظهور سياسي له خلال حوارات المسار السياسي في جنيف نهاية فبراير الماضي ولد جبريل في حي البركة بمدينة بنغازي عام 1952 وغادر إلى مصر عقب تحصوله على الشهادة الثانوية عام 1970 لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث تحصل على البكالوريوس عام 1975 بعد ذلك وفد محمود جبريل إلى أمريكا عام 1978 للدراسة بجامعة بيتسبيرغ بولاية بنسلفينيا حيث تحصل على درجة الماجستير عام 1970 والدكتوراه عام 1984 في التخطيط الاستراتيجي ليعمل فيها بعد ذلك كعطو هيئة تدريس لمدة عام واحد ثم عاد إلى ليبيا عام 1986 ثم غادرها إلى العاصمة المصرية القاهرة من جديد أسس محمود جبريل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي عام 2007 ولكنه لم يلبث في ليبيا طويلا حيث استقال وعاد إلى القاهرة مرة أخرى إلى أن تولى منصب رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في شهر مارس من عام 2011 والذي قاد البلاد بعد ثورة السابع عشر من فبراير قبل أن يستقيل من منصبه نهاية شهر أكتوبر من نفس العام ظهور جبريل على مسرح الأحداث بعد الثورة ومساهمته فيها سياسيا فتح له المجال ليؤسس تحالف القوى الوطنية عام 2012 والذي شارك في الانتخابات وتحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين وفي شهر فبراير من عام 2019 الماضي تحول تحالف القوى الوطنية إلى حزب سياسي وكأي سياسي قد يختلف مع جبريل مثلما يختلف مع غيره إلا أن مما يكتب له دوره المهم في ثورة فبراير وقد شهد له في ذلك خصومه قبل أصدقائه لأغادر اليوم الحياة بعد أن انسحب من السياسة في ليبيا منذ زمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة